السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي معن سرين كويزين دون سرين جيتكم خياتي في روتين اليوم روتين مالي بالنشاط الحيوية روتين مصباح حتى للليل يعني شاركتكم اليوم في المطبخ اكيد وفي هذا الفيديو نتاحي واحد الاخت صاحبة الاميل ميمس ماشا امسي في الدين دي ما تقول لي عنيش ما تذكرينيش تذكري بديدي والله هي اختي كانوا ليفيديو يعني مرجيستريين في قناتي على هذي اللي دي ما نحطهم بلا ما نذكرك على هذي خياتي انتحي كل واحدة وانتحي امسي في الدين هذا هو يعني كانت سهرتنا درت سلطة تفواكه وهذي حلاوة الجبنة السورية قهوة وشية شوكولة نبدأ وخياتي هنا في روتين تعاليوم نبدأ نتمنى يعجبكم وهذا روتين يبدأ من فطور الصباح افضل حلاوة الجبنة هذه هي كما تلاحظوها لما يعرفش لبنات حلاوة الجبنة انا نشريها لانه ما تصلحش معايا حلاوة الجبن السورية لانه لازم لها الجبن خاص بها والقشطة هنا عندي اليوم ما هو ليش نشرب حليب قهوة عندي حليب بارد كونديا بطاياورت شية تفاح وربضوا معلينا هذا النعمة يعني هاكذا كان فطوري اليوم بديت شاركته معاكم من الاول لازم تكون عندنا الشية اللي نرجيه حاجة حلوة والتفاحة بلكم فيتامينات والحليب اكيد كالسيوم وبعدها خياتي انا جزت ديريكت للمطبخ تاعي وراني ندي الكارنتتا هذي الكارنتتا ديتها من قناة وصفات يعني وصفات نينا عالم الطبخ مع نينا ولا وصفات نينا كيف كيف وصفة رائعة هنخلي لكم لبنات رابطتها في صندوق الوصف يعني بشتوفوها بالتفصيل لانه قد لكم اديتها من عندها اذا كنت لاحظوا في المطبخ تاعي نحيت هذك الكارنت لانه سبغت لبنات كسب اغشفتوا الحالة كيف شاي بيضة مضوية ما شاء الله يعني حبيت ان حيها نستمتع شوية بالاضاءة الطبيعية اللي يعطيها النار بي سبحانهم انا استعملت ميتين قرام تاع القارنتتا يعني درتلي كمية لباس بها درت فيها غتلتة الماء درت فيها يعني زوجتها بيض ملعقة تاع المطارد كيستها الحليب وكمون الزيت يعني بصراحة هاي لهذا القارنتتا درتها في الملتعي وخليتها حوالي اربعين دقيقة طبتلي ما شاء الله درت لها شية كمون بصراحة غلطت ودرت بزاف الكمون مي كان يبغيها بالكمون بزاف ميانا شحش حسيت انه درت لها بزاف الكمون مي هي وصفة هاي لاجي وصفة كريمية رائعة وهنا يا البنات بعد ما سلق درك القارنتتا انا بصراحة هنطيب قتلكم غدا وعشالي انه فصص الشتاء انا وليت نجوع لازم انه نتغدى يعني هذه قارنتي تقدرتها الغدافت فيها هي صبح باش كي نجوع نلقى واش ناكل وهنا هنا ندير شفلوغ ديالي يعني هنا نحن ندير خليتهم هكا كده بوكي تاع دفلغ تاع شفلوغ يعني رايح نقليهم وندير فيهم واحد لاصوس يجي طبق هايل وبنين بزاف نبدله شو يعمل قراتا ولا مكايل يديروه جواز انا بصراحة جامي جامي كليتوا يعني في دار نايم مديمة تقلي هنا ولا تديرونا قراتا كيف يبدون الانتقادات الفرني ما فرني فلا البنات يعني انا ما عنديش بزاف مني كملت سبيغة كملتها بالسبت وبالحد البارح الحد هايل البارح الحد ما كانش عندي الماء نهار كامل ما عنديش الماء ومبعد يعني تخيلوا ما قدرش انه نعود نرجع دوزان للكوزينا يعني الحالتي رايح يمرونا على بيها البارح ما دقتلكم ش المونتاج بصراحة كي نشوف ان هذيك الحالة تخلع نمرض ونصطر انه نرقد كي ما كنت شوفوا هذا الشي في لوقتاعي يعني فيه شوية هذو كليتاش سوداء على هذي نقيته منيح هنا كنت تغسلته مرة ومبعد هذي المرة دقتله شوية تاخل وخليتو تاني يتنقعلي شوية وخلاص قطرتو ودرتو يفور هنا اللحم حشاكم في المزبالة اعزكم الله يعني نقص علي شغول وتوجوغ تكون حاجة بخبخ هنا يا البنات بعد ما نقعتو شوية في الخل انا رايح انفورو كي اللي يغلوها بصراحة البنات كيتفوروها ورايح يقعد حاكم وروحو والفيتامين تاعو كامل يكونو شدين هاد الفيديو راه شوية طويل بصراح البنات شاركتكم يوم كامل في المطبخ وهنا خياتي رايح انجوز ندير لا سوس بلون لهذا كشفلو هنا عندي حبيبة بصلاة صغيرة وعندي ثلاثة فصوص تاعتو واني حانطحنهم وهنا البنات يعني صدقت اجاج اني حطاتو فوق كيس بلاستيكي باش ما تقولوا ليش مسريه انا كي حطيته ديركت فوق البوتاجي بعد ما طحنت هنا يا البنات البصل ديالي كي ما كنت لحظو فيه قلتلكم انا نطيب يعني مع صباح حتى يلو كان مع العشية يعني الوقت اللي نضف فيه اللي نبدأ نطيب فيه هنا يا خياتي انا حنطحن تاني يدك صدق داجاج نعطيكم ملاحظة البنات انا مرات يعني نصهر للساعة ثانين تاع الصباح ساعة ثلاثة وين انه صباح ما عندي حدة واحد وسكنة واحدة ممنوش بكارين نضع جهة تناش نضع اللحداش هادك الوقت نبدأ نخدم شغلي وليامات اللي يجيني فيه الناشاط والحيوية تاني النوض بكري وندخل ديركت كوزينتي وهذا كوا عشعية هذا هو صدق داجاج بعد ما طحنته نزيد نقطع فيه شوية مع دنوس يعني هنا مع دنوس هندير شوية اللاصوس وندير شوية للكفتة تعناه تاع الداجاج انا الداجاج نحب نطخنه في الدار شفتوني البنات انا حتة اللحم نطخنه في الدار ندير شوية تاع الملح البصلة والوسم ندير شوية تاع قرفة وندير شوية كمون على بلكم احنا نزيريين انه لاصوس البيضان دير ولها شوية قرفة شوية فلفلك حل ونعجل هذيك الكفتة ديالين نحبنا شوية تاع البصل مع التوم حوالي ملعقة ونحركها ملح هنا يالا باتريح بتطلي على هذي يعني راح الفلاش وهكا كيما تحضو خياتين ديروهم كريات بهذا الشكل فالا وهذا هذك اللبصلة هنجيب طنجرة تاعي دكت فيها شوية تاع الزيت وندير هذوك البصلة نقليها ملح بعد ما نقلي البصلة نمرقها لبنات خياتين متمرقوش ملح مرقو يعني غير شوية بدكت فيها شوية تاع الزيتون وباش يطيبوا لي غير هذوك الكريات تاع الدجاج لانه هذك شفلو غاني هنقليه وميحتاج كزاف الماراق على هذي باش ما تضطروش انه تلوحوا الماراق وشفتو هتكامل هذي الكفتة تاعي تاع الدجاج وهنا خياتي لقارنطيطة عنا الطابت وبردت يعني هنا انا حسيت بالجوع كانت الزوج وانه قطعت يعني قطعة باش ناكل اني صورتها معاكم وربيدوا مع لي النعمة وعليكم وقتلكم هذي الوصفة تديتها من مطبخ من عالم الطبخ معانينا هذي وصفة لي صديقتي يعني رائعة جي شوفوا كريمية قدمتها مع الهريثة وهذي هي يا خياتي الكارنطيطة عنا جي بزاف ابنينا هنه بعد ما تغضيت وكملت طابلي شي فلوغ ديالي والماراق تاعي تاعي طابتلي هنا درزوج ملاعق تاع فارينا ولا طاحن ابيض درزوج حبة تاع البيض شوية مع الدنوس والملح فلفل اسود نحركهم كامل هادو ما حتى توليناك شغل انا راح نديرو كاش قاطو هذيك الفارينا حاولوا كيفاش يعني تدمجوها ملح مع البيض باش يعني ما يجوكمش هذو كل حبيبات وان شاء الله خياتي بعد ما نرجع الدنيا يعني المكنها في البيت نرتب البيت تاعين ولي نشارككم روتيني في جميع الغرف كما قلتوا لي مع انو انا يعني بعد ما قدرت لكم روتين في غرفتنا وميشت بزاف انتقادات وشت بزاف معاييرات وسبان وينكرات انو ندير لكم هذا كروتين بصلاح بما انو راكوا تطلبوا مني روتينات وروتينات مشي غير في المطبخ ان شاء الله خياتي نشارككم هنا يعني هذك يعني الشفلوغ ديالير يعني نديرلو في هذك الخلطة اللي درناها تاع البيض والفارينا والحليب جي خياتي بزاف بنينا هذي الشفلوغ يعني صدقوني جي رائع وشفلوغ تاعكم كيديروه بوكيات بوكي تاع الوردة هكا كيكون كبير يعني جيكم الحبة ما شاء الله بخيزون طابل خير من جيكم دق دقا بالعامية الجزائرية يعني انفتتا اللغة هنا خياتي انا راني ندير كامل هذيك الخلطة راني خليها تتشرب شوية بوسكي اذا لاحظت انو انا شيف لغتان هيك وتنسيت فورته بلا ملح هذه الغلطة اللي دقتانا وينثريت انو في البيض نديرلو شوية تاع ملح زيادة ومبعد خياتي والله جا رائع مش ناقص الملح لانو كيما قلتلكم المعرق كنت دقتها يعني ملاحظت لها شوية تاع الملح وهذك هي هناني حنقليهم دقت شوية تاعزيد في المقلة ديالي واني حنقليهم حتى ياخد لي اللون الذهابي هنان البنات يعني نقصوا النار وقلوهم باش ياخد لكم هذك اللون وميت حرق لكمش يعني يجيكم البنات على القليان فيه ها كامل جوانب حتى يتقلى لي كامل الملح وهذا هو الشي في اللغة عنا بعد ما تقلى كيما كنت لحظوا فيه هناني حنخدم سلطة هبلكم بالكنا انا يعني من استغناش على السلطة نحبها بزاف سوك تفل أطبو يعني فروتينات في اليو متاعي ديما نزل سلطة فلفل نديرها بصح ما نديرهاش بزاف سلطة البيتنجال نديرها بصح ما نديرهاش بزاف عكس سلطة الخص كيما نقولو نديروا يعني نحبو لأنه عبلكم البنات يساعدنا على الهضم ويساعدنا بزاف هندير لها كمية ع الملح ونقشر الخيار نفسها راح نديكوري عشواء يعني نحط برك ضحكوه لي في التزيير وراني نضيف هالطماطق ملقيت فيها يعني شوية ممتوشية هنضيف لها الزيتون لنموتها للزيتون وعندي بطرف لانه البطرف عبلكم البنات يساعد الواحد بش ميكونش عنده لانيمي يعني بزيف عنده فوائد هيلة البطرف انا يعني نستعمل البطرف بزيف شوف لغتانا قلينا كما كنت لحظو فيه شوفوا كيفاش يجي ما يشربش الزيت ويجي هايل البناتاعه واش نحكي لكم ان هذك هي لاصصتانا هني هنحيئنا هذك الكويرات نعاود نديرهم فذك الخليط لفضلي انا بما انه فضلي قد نعاود نقليهم نحيطهم كامل ونديرهم يتقلوا وندير هنشفلوغ تاعين نديروا هكا يعني شوفوا البنات المرقه ماشي بزيف هكا بشكي تشرب ليش شفلوغ يقعد حاكم روحو ما يجيش هكا كشغول يطلق روحو ويقولي كشغول دعيب حمتوني هادي هي يعني هذك الكوريات تاعنا تاع الدجاج لكم وطعبون نديرهم فذك الخليط ونقليهم بعد ما قليتهم ضفتهم من الفوق ونخليهم تاني يزيدوا يتشربوا معهم شوية وخلاص خياتي هنا وصلنا للتقديم يعني نقدمهم شوفوا يعني شفلوغ تاعنا ما يزالوا حاكم وروحو وواحد البنات تستاهل غير فمكم صدقوني اجي رائع هذو الشفلوغ يجي مشرب هنا البنات يعني ما تحتاجوش المرق لأنه هو أصلا راه كما نقولو تشرب فيها هذا هو الشفلوغ تاعنا لنهار اليوم راه هو واجد ووضنا سالات وانا صبح كنت غير انا اللي تغديت زد تقدمت له يعني شوية تعال قارنطيطا شوفوا البنات هنا والله يعني عندها أكتر من سبع ساعات ما زلها طرية ما زلها كريمية وبعد هنا بعد ما اتعشينا ربيدوا معلينا النعمة ما عندي شيلمة ما قصدش المعن لأيمتهم وخلتهم هنا كان عندي الأناناس تقدوخياتي تستعملوا الأناناس معلب يعني ما هوش لازم انه تستعملوا حب الأناناس انا راح نضيف سلطة فواكه عندي شتول مندارين رمان لياورد قلت خليني نضيفها سلطة فواكه احسن معانو يعني احنا من محبين ناكلوا الفواكه هكا كنية كما رقولوا بلما نخلطوها بصحل يوم احبيت نضيف لها سلطة فواكه هنضيف لها لياورد ديروا لبنات اي فاكهة عندكم يعني روخ نزيد لها نزيد لها ايش مندارين ولا كليمونتين كل واحد يقول لها ثاني هي كين المندارين و كينة كليمونتين يعني كليمونتينة اه هي في لخر المندارين هي في لخر فصل الشتاء اللي توجد مشتوني البنات يعني نضيف يعني عشوائيا بلك حبيت نشارك معكم اليوم روتين كامل وبصراحان اليوم بما انه عندي الماء نغسل الحوايج قاعد لي الغداء تعال البارح قاعد لي العشاء قاعدت لي قارنطيتها وقاعد لي شيف لغ يعني قد خليني نبروفيتي نرجع الدوزان للمطبخ اليوم ونغسل الماء لعباس يعني باش ننحي عليها شوية عشغلي انه صح الدار البناثة راه يمرونة مسبيغة كلش في واحد الغرفة يعني درت فيها كامل الدوزان وعجزت باش نعود نجبد بالعقل بالعقل بس حربي يدير القدرة انا ننضيف لها يعني هنا الياورت زلت لها يعني شوية كقطعها من فوق تاع الاناناس وراني راح انكسيها بحبيبة تاع رمان شغل تكسر اللون تاع الاسفر نزيد لهاك احبة تاع المندارين والفوق فلا هذي هي سلطة فواكه هندير فيها نصف تاع الجوز من الفوق يعني هكا على الديكور ونكسروا الالوان وهذه هي سلطة فواكه تاعنا راهي وجدة يعني بزاف صحية ورائعة يعني انا قلت لكم بعد العشاف في صهراء قدمتها هنا يازلت حطيت حلوة الجبنة حلوة الجبنة وهذه هي البنات الشكل تاحها باش تاعرفوا يعني بخدومها بالجبن ومحشية لداخل القشطة شوكولال متعليا وكاس قهوة وهذه هي ان شاء الله هرب يدوم علي النعمة علي وعليكم